اللهم الرحيم والصلاة والسلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى حدود الله فلا تقربوه كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون رب العميس سبحانه وتعالى من رحمته أنه شدد الصيام في أول الأمر وكان الصيام متطوعا ثم خفف الصيام كما فعل في الصلاة يعني رب العميس سبحانه وتعالى في سورة المزمل كان قيام الليل فرضا وكان شاقا جدا فصلى الرسول على السلام وأصحابه كما قال بعض الرلماء سبعة أشهر أو عاما كاملا الليلة كلها أو معظم الليل يا أول مززنبل قم الليلة إلا قليلة نصفها أو نقص منك أو زد عليه ورطل القرآن ترطيلة إن سنردك عليه كقولا سقيل حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى والتخفيف فعلم الله أنكم كنتم كما قال في سورة المززنبل علم الله أنكم سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يمتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تهسر منه فقرأوا ما تهسر منه فنزل التخفيف بعد أن توارمت أقدام أصحابه وأسيقان أصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عاما كاملا وكانت قيام الليل فرضا طب لماذا؟ حتى يحبب لأن هؤلاء هم الرعيل الأول سيبنى الإسلام على أكتفهم فرد رب العميس سبحانه وتعالى أن يوطدهم ووضعهم في ظروف صعبة فجعل قيام الليل فرضا عليه حتى تعودوا على قيام الليل وحبوا قيام الليل وأصبح شيئا مألوفا لا يتجزأوا من حياتهم فنزخ هذا وأصبح سنة مؤكدة في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وواجبا شرعيا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ولليلي فتهجر به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام المحبول مع ذلك تعالق قيام الليل وقلوب الصحابة فأصبح الواحد منهم يقوم الليلة كلها أو معظم الليل حتى بعد التددد تتعودوا عليه وهذا ما يريده رب العميس سبحانه وتعالى لسه تلقى على أكتافهم مهام صعبة جدا الدعوة والنشر فكذلك الصيام لو رب العميس سبحانه وتعالى حتى يتعودوا عليه فعندما يقفى في الصيام يصوم منهم من يصوم الضهرة كلها منهم من يصوم صيام داود وهكذا لذلك فكان الصيام في بدء الأمر من العتمة إلى العتمة بمعنى أنه يصوم إلى المغرب ويحل له الطعام والشراب والجماع بين المغرب والعشاء فقط من بعد العشاء يبدأ الصيام لصلاة المغرب في تاني يوم طبعا مسألة شقة جدا في معنى صح طب هو حيوجامع ولا يأكل ولا يشرب وأريد أن يصلي المغرب والنوافل والأسكار ويأكل ويوجامع كل ذلك في الفطرة المحدودة بين المغرب العشاء طبعا هذا صعب جدا يعني هذا صعب فكان لواحد منهم لا يستطيع أن يجامع وربما يزال طوال شهر رمضان لا يوجامع فكان فيه مشق وكان إذا نم بأن المغرب العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع فسيدنا صارم عبد قيس صارم عبد قيس هو من الأنصار كان عنده أرض فكان يعمل بها فأتى في الليل ليأكل فقال لزوجاتي هل عندك طعام فقالت له ليس عندي ولكن سأطلب لك فذهبت لتأتي له بالطعام فنام من شدة التعب فرجعت فقالت له نمت خيبة الله خيبة لك فاستيغس طبعا ولم يستطع أن يأكل فواصل باليوم الثاني وهو يعمل في اليوم الثاني في حصناء النهار أخشي عليه فذهب للرسول والسلام وقص عليه وفي رواية أنه أكل يعني عندما قام لم يستطع من بعد سطر العشاء والفترة فترة التعامل بين البغرب والعشاء فقام بعد العشاء فأكل وفي رواية أنه لم يأكل ولكنه واصل الصيام مضطرا فأغمي أخشي عليه في ثاني يوم فذهب للرسول والسلام فنزل وحل لكم ليلة الصيام أرفضوا لي نسيكم وقاله نزلت أيضا في عمر بن الخطاب عندما راجع وكانت زوجاته نائمة فأيقظها وقال وأراد عني وجامحها فقالت له أني نمت قد نمت طبعا هي بنامت يبقى خلاص هي دخلت في الصيام فقال لها لم تنامي لم تنامي فجامحها والإنسان ما ندم ندم وحسن أنه أخطأ فذهب إلى رسول صلى الله عليه وسلم وقال وأردت الصيام وحزز حزز كذا وأردت ما يريد الرجل من زوجاته فوقعت زوجاتي وسولت لي نفسي فيقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما كان خليقا بك أن تفعل ذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عتبه فنزل قول الله سبحانه وتعالى وقال إن أيضا كعب بن مالك حدث أنه نفس بعد نفس الشيء ولم يستطعه جمع زوجاته بعد بعد العشاء فهذه الفترة فنزل قول الله سبحانه وتعالى أحلى لكم ليلة الصيام الرافص وفي اللغة العربية في المعنى مقدمات الجماعة إذا كان يصوم يومي أحدكم فلا يرفص ولا يفسق ولا يسخب ولا يجهل فإن شهتمه أحد أو سباب قارب فأقول له إني مريء ونصا إني مريء فالرافص معروف عنه أنه مقدمات الجماعة بمعنى القبلة اللمس المضاجعة لكن رب العميس سبحانه وتعالى يعني هنا كما قال العلماء الجماعة نفسه يعني هو يعني سبحانه وتعالى الجماعة فرابر سبحانه وتعالى كما قال عبدالله عباس حيي يكني عمره مربال سبحانه وتعالى ألف في القرآن أبدا كلمة الجماعة أبدا بل يقول يقول لمستم النساء الرافص ما يقودش أبدا جماعة فقال أولكم حل ليلة الصيام الرافط إلى نسائكم أي الجماعة الرافط إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم فإذا نزل التخفيف والتوبة على سيدنا عمر وعلى كعب ابن مالك وعلى سارمة اللي هو أكل فأباح الله سبحانه وتعالى الطعام والشراب من بعد المغرب حتى الفجر بعدما كان محرما بعد العشاء ولو نام بين المغرب وعشاء لا يستطيع أن يأكل أو يرشب أي وجام فقال ربنا سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيامي أرفثوا إلى نسائكم أي الجماع هن لباس لكم وأنتم لباس لهم قال رماء هن لباس لكم أي هن سكن لكم وبعض رماء قالوا هن هو لحاف لكم وأنتم لحاف لهم طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال لباس لأن الرجل عندما يجامع زوجته يسترها أما أن تقع في الزنة وتفضح وعكس الساتر الفضيحة فاللباس بيستر وبعض رماء قالوا أن الرجل عندما يضاجع زوجته في الجماع يكون قريبا منها كالملبس تتعامل فائدة من الزوجة أو من الزوج كما تتعامل من الملبس فالملبس يستر إنسان ويدفي الإنسان ويستره ويستر عوراته فالإنسان يفضح إذا زنى ولا يعوز بالله وتنكشف عوراته ويفضح أمام الناس فالمرأة تعفه زوجها والزوج يعفه أو الرجل يعفه زوجته فاسترها من الفضيحة فمثابة الملبس فإذا اللباس شبه رب العميس سبحانه وتعالى ودي استعارة تصرحية هذه استعارة تصرحية باستعارة تصرحية كما يقول العلماء البلاغة يحزف المشبه ويوضع المشبه به فرب العميس سبحانه وتعالى فالمرأة كلمة البس وللرجل المرأة كلمة البس والمرأة للرجلي كان اللباس فنزع كلمة المرأة كلمة للباس وقال هن لباسو لكم أي المرأة لباسو لكم نزع هذا يسمى استعارة تصريحية تشبه المرأة لللباس اللي ادنها theater تصطر الزوج وكذلك المرأة هن لباسهم لكم وأنتم لباسهم لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي علم الله سبحانه وتعالى طبعا كلمة تعلمة دي هل معناه ربما سبحانه وتعالى مكنش يعرف دي هذه كلمة مجازية أي تحقق علم الله سبحانه وتعالى في الأزل أنه هو مكان مكتوبا في الأزل أنه يعلم أنه فلان وفلان سأقع في الخطأ ورحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى منهم وأنه ربما سبحانه وتعالى قدر عليهم ذلك ليعلموا فضل التخفيف وفضل التفريق في الصيام والتخفيف في الصيام عندما أخطأ غصباً رغماً عنه لأنه نسي والله خلق الإنسان ينسى فجب أن يقول سمع الإنسان فكما قال آدم لموسى أتلموني على شيء قد قدره الله عليه قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف سنة فحاج آدم موسى فمن رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى أنه خفف عنه هذا لو كله لم يكن ذلك الهلكنا جميعاً فهن لباس أنت علم الله أنكم كنتم علم الله أن تحقق علم الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ في الأزل فأصبح حقيقة أي علم الله سبحانه وتعالى أنكم كنتم تختانون أنفسكم رب العالمين سبحانه وتعالى بيخاطبنا على قدر العقولين علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي كنتم تخونون أنفسكم تختانون جامل خيانة لإنسان إذا عاصى الله تعالى فهذه النوع من أواع الخيانة علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتابع عليكم أي فخفف عنكم نسخ أحكام الصيام الصعبة واجعلها أيصر فتابع عليكم وعافع عنكم وعافع عليكم ما كنتم تفعلونه أثناء أثناء الصيام التشريع الصعب فعافع عنكم أن جامع عمر زوجته بعد أن نامت أو أن أكل الرجل بعد صلاة العشاء وكان الصوم الصوم قببا فتابع عليكم وعافع عنكم طب لماذا؟ قل إلى الرب الأجريكية تعاوض الصحابة أحبوا الصيام وتعاوضوا على الظروف الصعبة لما تتحط في الظروف الصعبة جدا بعد كده لما تخفف عنك الظروف الصعبة الظروف الصعبة عليك كثيرة جدا لذلك أكثر الصحابة رادل عنهم اللي واحد منهم كان بيصوموا الظهر وصوموا الظهر ولا يفتر يعني طالح عبد عبد الله صامع عشرين سنة ممتواصل أحد الصحابة رادل عنه صامع أربعين سنة ومات على ماء ظهر مركب فلم يروح يعني لما تظهر له رائحة مش عارفين يدفنوه أبو حنيفة كان يصوم الظهر ولا يفتر أو رابض الزبير كما سنقول الآن كان يواصل بالست أيام لما تتعوضوا على أصعب الظروف إذن رب العميس سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك حتى نعلم فضل الله سبحانه وتعالى بعد التخفيف بعد التخفيف حتى نخفف رب العميس سبحانه وتعالى فنعلم فضل الله سبحانه وتعالى وأنه كان ممكن يشق علينا بالأحكام لأنه يعلم لكنه أعلى فلكنه رحيم من بنا سبحانه وتعالى فنعلم أن الله سبحانه رحيم من بينا وأرحم من بينا من أمهاتنا ومن أنفسنا فنحمد الله سبحانه وتعالى ونفعل الصيام ونحن بطيب نفس عندما تحط في ظروف صعب عمان تخدش في ظروف السهلة تفعل الصيام السهلة وانت بطيب نفسه بفرح فده هذا الحكمة فده قال رب العميل فتاة بعدك فالآن باشير هون أي بعد هذا المنزل التخفيف باشيره النساء فالآن باشير هون كما كنتم تريدون وابتغوا ما كتب الله لكم شوفوا وابتغوا أي أبحثوا وفعلوا ببغية وبحب ما كتب الله لكم شوفوا رب العميل سبحانه وتعالى قال ما كتب الله لكم ما قالش ما أباح لكم لأن لا يجوز تحريم الحلال لا يجوز أبدا تحريم الحلال فالذي يحارم على نفسه الجماعة أو يحارم على نفسه مثلا أن يغطع زوجته طوال شهر رمضان يأسم لا سهزم من السنة أبدا لأن رسول الله سبحانه وتعالى قال لا رهبانية في الإسلام وقال عليه الصلاة والسلام أن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه لم يخلقنا رب العالم سبحانه وتعالى يعذبنا فكما نحن مطالبون بتحريم الحرام ونحن مطالبون بأن نفعل الحلال كل من طيبات ما رزقناكم ربنا سبحانه وتعالى مخلق زيط طيبات لتوكل وتشرب لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته أثر نعمته عن عبد يعني عمل النعم دي لي وخلق النعم دي عشان يشوف أثرها علينا فقال وابتغوا ولم يقول ما أباح لكم وقال وابتغوا ما كتب الله لكم وكتب هذا وابتغوا ما كتب الله لكم ربنا سبحانه وتعالى كتب لكم وكتب لكم زوجة وكتب لكم الجماع وكتب لكم الأكل والطعام والتمطعب والطعام والشرب فذلك يجب علينا أن نحل الحلال وأن نفعلها وكتبوا ما كتب الله لكم من الطعام والشرب والجماع حتى أزان الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيضي من الخيط الأوسط فكلوا واشربوا حتى تتأقنوا حتى تروا النهار من الليل طبعا عندما نزلت هذه الآية وقال بعض الماء أن كلمة الفجر لم تنزل فالآن بشرون وكتبهم كتب كلها الشاب حتى يتمني لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم تنزل كلمة الفجر فعمد بعض الصحابة تدعموا إلى العقال من العقال ثم ربطوهم في قدميه وبعض الصحابة وضعوا نوع من الخيط أبيض وخيط أسود على الوسادة وعظوا ينزلون شو بيطبقوا القرآن إزاي فلم يروا يعني لو يستطيعوا أن يفسروا بين الأبيض وأسود حتى جاء الصباح فذهب واحدهم منهم إلى الصحابة قالوا صلى الله عمدت إلى العقال عندي فنظرت إليه فلم يتبين لي فقال له إذن وسادتك عريضة عريضة جدا وقال له في رواية قال أخرى قال له إذن أنت عريض القفى لأن معنى أنك تميز الليل والنهار على المخد معنى كما بين المشرق والمغرب فالنصاصم يدعبه فقال له إذن أنت عريض القفى ولكن هذا سواد الليل وبيض النهار هذا سواد الليل وبيض النهار فنزل قول الله سبحانه وتعالى من الفجر فكلوا وكلوا الشبو حتى يتمين لكم الخيط الأبيض الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وهذا يوجد إشارة لأن هناك فجرين هناك فجر كاذب وفجر صحيح فتأكدوا من الفجر الصحيح ذلك قال الله صلى الله عليه وسلم الحديثة الكثيرة في تبيان الفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق أولا رأي الله صلى الله عليه وسلم تكلم على الصحور قبل الفجر وقال عليه الصلاة والسلام لا تتركوا لا تضع الصحور ولو يتجرى أحدكم جرعة تماء فإن الله تعالى يصلي على متسحرين فغير المستحب أبدا أن ينسى أن يضعوا الصحور إلا العزر فقال لا يمنى عنكم أدان بلال من الطعام والشراب فإنه يؤذن بليل حتى يؤذن ابن مكتوم وكان المقدار بين الأزان الأول والثاني مقداره خمسين آية يعني مقداره بقرائط خمسين آية وقال عليه الصلاة والسلام لا يزالوا الناس بخير ما عجلوا الفطور وفي رواية عجلوا الفطور وأخروا الصحور وقال عليه الصلاة والسلام إن من أحب عبادي إلي من أعجل الفطور إن من أحب عبادي إليه التعجيل بالفطور ويريك إن رابرة صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يعذبنا لا يريد أن يعذبنا فلما تعذب نفسك بتأخير الفطار بما أن حل لك الفطار ما تأكل وقال عليه الصلاة والسلام ليس الفجر المستطير في الأفق ولكن المعترض الأحمر فيه فجر فيه فجرين فيه فجر كاذب يبقى عبارة عن ومضات أو خطوط بتخرج في السماء بتكون في طول السماء ولكنها تظهر ثم تختفي فده اسمه فجر كاذب طبعا الحازقون بيعرفوا يستطيعوا أن يفرقوا بين الفجر الكاذب والصادق خصويا في السحراء عندما يخرجوا إلى السحراء في نزال الكرة على الصلاة والسلام ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكن المعترض الأحمر فيه فجر معترض الأحمر بيطلع بعرض السماء وعرفه عبدالله عباس أنه بيعرف أنه بيظهر على قوس الجبال مش بيظهر في الأفق بس عندما يظهر تبتدي على قوس الجبال يكون فيه ومضات من نور على قوس الجبال فيكون هي بداية الفجر الحقيقي الفجر الصادق لذلك قال الله عليه الصلاة والسلام لا يهدينكم لا يهدينكم الساطع المصعد فاكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر فيه فجر صاطع فيه فجر صاطع بيجي معرض بطول السماء بمصعد بيختفي ويظهر ويختفي ولكن فيه فجر تاني ولكن حشاوا حتى يعترض لكم الأحمر فإذا بيطلع نور أحمر ويبانع على رؤوس الجبال وده بيعرفوا الحزقون من الناس بيفرقوه وده اللي وقع فيه دوقتي الناس لذلك فيه شك كبير دوقتي في أزان الفجر وفي معاد أزان الفجر أن الأزان الفجر يؤذن لهم مبكرا في معاد الفجر الكاذب يعني قبل الفجر الصادق بحوالي خمس عشر ربع ساعة على الفترة من تسوي خمسين قراءة خمسين آية ربع ساعة أو ثلث ساعة لأأalition من الأزان لأن هناك شك في خطوط الطول أو خطوط العرض في أزان فجر في السياطة على مصر العالم كله كما قال كثير من العلماء وقال عليه الصلاة والسلام لا يغرن نداق بلال وهذا البيض حتى ينفجر الفجر وقال عليه الصلاة والسلام لا يهما عنكم أدان بلال ولا الفجر المستطيل لا يبنى عنكم أدان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطيل في الأفق في فرق بالمستطيل والمستطير المستطير اللي هو بينتشر يبا إذا الفجر أو ما بيطلع بيطلع عبرنا وبابضات كده في الأفق ويتختفي لكن بعد كده يبتدي ينتشر في السماء ويبتشر على قوس الجبال اللي هو ده زول الفجر حقيقي بيعرفوا الناس اللي حزقون أو البادوا اللي عايشين في الصحر قال عليه الصلاة والسلام الفجر فجران فالذي كأنه وذنب السرحان لا يحرمه شيئا عامل زي زنب السرحان بيطلع عامل زي الزنب عارفين الزنب النجم أما المستطير الذي يأخذ الأفق المستطير كلمة مستطير يعني بيطير في السماء يعني بينتشر أما المستطير الرأ الذي يأخذ الأفق فإنه يحل الصلاة يحل صلاة الفجر ويحرم الطعام المطعام الشرع وقال الله عليه الصلاة والسلام وقال الله عليه الصلاة والسلام أما إذا سطع في السماء سطوعا بأن يذهب في السماء طولا يعني هزم في السماء يطولد. هذا هو الفجر السادق. مش الفجر الكاذب. هناك مسألة هامة جدا. هل يجوز الانسان ان يكون ان يصبح على جنابة ويختسل عند عزان الفجر ام لا يجوز? الرأي الراجح طبعا هو رأي جمهور علماء ان هو يجوز له ان يستيقظ جنوبا. والن رسول الله السلام كان يستيقظ جنوبا من جماع وليس من احتلام. كما قالت السيدة عائشة والسيدة امه سلامة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من جماع وليس من احتلام. فيختسل عند ازان الفكر. هناك حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاة او صلاة الصبح واحدكم جنوب فلا اصم يوم ازن. فلا اصم يوم ازن. لكن هذا الحديث قال علماء في قولان. قال العلماء انه منسوخ. لان ابن الكسير قال ان الحديث ده متحددوش تاريخ. وبعض العلماء قالوا نفي كمال الصوم. والارجح انه منسوخ. لان هناك في هناك احاديث اصح. اه وان كان بعض العلماء اخدوا بيه من التابعين. وقالوا لا يجوز الانسان يصبح على جنابة. واذا صبح على جنابة. وازن الفجر. فبطل الصيام وعليه ان يقضي هذا اليوم. لكن الصحيح ان وصلاح السلام. وهناك حديث اخر. ان الصحابي قال الله انا يدركني يدركني الصوم او صلاة. وانا جنوب. فقال له عليه الصلاة والسلام. وانا يدركني اه ايقص لي الصوم او صاو او الصلاة والفجر وانا جنوب. فقال له الصاحبين يا رسول الله لا اني لسنا مثلك فانت قد غفر الله لك ما تقدم مإدفكم وتؤخر. فقال الله والله اني ارجو ا اكون اخشاكم لله وعلمكم بما اتقي. يعني اذا يعني رصاصم يقول له طوعني. انا اتقى الناس. وبدأ ما ده معامل كده يبقى انتحاكيني وقلدني وما تخافش. فا اه اه ايضا طبعا هناك مسألة اخرى فقهية هامة. الوصال. هلو عجلز الوصال الوصال. رصاصم قال لا اياكم الوصال في نبيتكم الى الوصال ف livestreams حول فقط. في نبيتكم الى الوصال يعني يجوز لك ان تواصل ولكن للصحور فقط. فقال رصاصم والله انك تواصل والوصال هو practise مسألة الله issued باليومين والسلسة. يعني بمعنى انه السCON من العتمة يعني رصاصم كان يعني مالذي يظل اه تمانية وربعين ساعة بدون طعام. فقال رصاصم الله انك تواصل. قال. لست لست كهيئتكم. في فهنا هناك طعام حسي وطعام معناوي وطعام حسي فالطعام المعنوي يمد رب العميس سبحانه بمدد فلا أشعر بجوع ولا عطش رب العميس سبحانه كانت بقوة سلاسين راجع وقال وقال وتواصله أن النصارة تواصل كان من هذه النصارة أنهم كانوا يظلون اليوم واتنين لكن الصحابة عندما رأوا رسول صلى الله عليه وسلم وصلوا فوصل بهم الرسول صلى الله عليه وسلم كالمنكل بهم وقال عليه الصلاة والحديث البخاري لو لا الهلال لا وصلت بكم كالمنكل بهم سممتوا على وصال لكن سابت ان سيدنا عربي الزبير وقعد صحابة عنهم كان يواصل ستة ايام لا يفتر وكان اجلت الصحابة وقعد ست ايام لا يفتر لكن رسول عسامنا عن الوصال لانه لا يناسب اكثر من الناس وربما يقتل انسانه نفسه يبقوا بمسافة المنتحر لذا رسول عسامنا يريدوا يخاف علينا لذلك كره لنا الوصال فالرسول عسام قال من صام فأجد فما يدخل النار الانسان يقتل نفسه لكن انسان اذا كان يغلب على ظنه انه عنده قوة ويستطيع ان يقعد يومين من غير اكل الرسول عسام مواصل بالصحابة وواصل بهم طبعا لو كان هذا في اسم ما كانتش عامل كده لكن هو نهى عن الوصال رحمة بنا لذلك قال اذا ابيتم الى الوصال فلسحور فقط بمعنى انت لا تفتر لكن تصحر لكن ما لا تعدع الفطور والصحور لتاني يوم كما قال عليه الصلاة والسلام طبعا بعد كده ابرا سبحانه وتعالى تكلم عن الاعتكاف وقال اقولوا يا شابوا حتى يتمان لكم بالخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد لا تباشرهن النساء وأنتم عاكفون في المساجد قال العماء كان بعض الصحابة اللي عنهم قبل انزول هذه الاية يعتكف في المسجد ثم يخرج لحاجة ثم يذهب الى بيته فيأتي زوجته ثم يأتي الانرجع على المسجد ويقوم الاعتكاف فنزل القول الله سبحانه وتعالى بالتحريم بل لا يخرج الا لحاجة ملحة كضاء حاجة شراء شيء يعني ينقصه شيء وهو يخرج شيء معدوش شيء في التعامل لكن لا يجوز له ابدا ان هو يتبع جنازة او يعوز مريض ويبطل اعتكافه اذا فعل ذلك عامدا ويبطل اعتكافه اذا فعل مقدمات الجماعة او جامع ولوأسم لان انت دخلت في عبادة وعرمت على نفسك الدنيا فلا يجوز لك ان تستخف بهذه العبادة لان هذا اعتبر استخفافه استخفافه فإذا دخلت في عبادة فلا يجوز لك ان تنقطع عنها الا بعذر لذلك قال رب العامل صلى الله عليه وسلم فتلك حدود الله فلا تقربها قالوا عماء عمم الاية معنى لكم لا تأكلوا بعد صلاة الفجر بعض عماء قالوا لا تواصلوا الا اذا كان عندكم قدر على الوصال بعض عماء قالوا لا تؤخروا فطور لا تؤخروا الا لحاجة او لعذر وعجلوا بالفطور واخروا الصحور ولا تحرموا الحلال بان الفطر والصحور من حدود الله سبحانه وتعالى ولا تحرموا الجماع ولا تأكلوا بعد الفجر طبعا او تجامعوا وتفعلوا شيء ينتهك حرمة الصيام وبعض الماء قصصوا وده هو الارجح ان ربنا سبحانه وتعالى قالوا ترك حدود الله لا تقرب زوجتك اثناء الاعتكاف لانك تهلتك تأسم بذلك ويبطل عليك الاعتكاف هناك تفصيل كبير لحكام الاعتكاف بعضهم قال الاعتكاف لازم يكون في مسجد جامع ومسجد كبير لازم يكون انسان صايم كما قال انه يجب ان يكون المؤمن صامع وبعض الماء قالوا لان الاعتكاف كان يكون غليمة في شهر رمضان ويكون في السهر عشر اواخر فبيكون بالصيام وفي مسجد جامع وبعض الماء حل الاعتكاف في اي وقت وتزول الارجح لان سيدنا عمر المخطاب قال اني نظرت لله سبحانه اعتكف اوما في السهر او في منازرك ولم يقوم في شهر رمضان ولم يزبط انه كان صائما فيجوز الاعتكاف في السيام او غير السيام ويجوز انه يكون في مسجد جامع او في مسجد غير جامع لكن اه اعتكاف الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكاف ازواجه بعده بعد ان مات كان يكون في شهر رمضان وكان بيكون مع السيام فاذا قال رب العمين ترجع حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون يشرح ايات كلها لعلهم يعرفون الحلال من الحرام فيتقون الحرام ويتقون الحلال ويحقون التقوة الكاملة اقول قولي هذا استغفر الله اليوم